هناك أناس عندهم نعم لكنهم قد ملوها يقول شيخ الإسلام شمس الدين بن القيم يقول وليس على العبد أضر من ملله من نعم الله فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها بعض أطفالنا وبعض أبنائنا يقول لأمة كل يوم رز وكل يوم لحم يا ولدي ما حد لقى الرز واللحم اللنت وبعضهم يقول جوالي صدقون هذا الجوال له عام كامل معي يا ولدي فيه ناس ما حصلوا جوالي ولا استطاعوا الاتصال على من يحبون وبعضهم وبعضهم يتململون يركب سيارة ويروح الجامعة أو عمله ومتملم لا يرى أن سيارتها التي تحت قدمه أنها نعمة ليه كل ما لبق عند الإشارة شاف السيارات اللي بمليون ومليونين وخمسمائة ألف واربعمية فمل من نعمة الله التي عليه ينظر أن غترته أو ثوبه ما حميد الله على أنكساه مع أن غيره عار يرى أن ثوبه أنقص من ثياب غيره وسيارته أنقص فبعضنا مل من النعم وجحد المنعم وما فرح بنعمة الله عليه يا أخي أقسم بالله لشربة ماء واحدة على ضمأ تساوي نعيم الدنيا كلها لأن لو نعيم الدنيا عندك وتفتقد الشربة لمت والكنوز معك كانت الشربة أغلى ما يملكه الإنسان ولو ملك الدنار والدرهم